السورة دي معلش برجاوي اخر واحدة اللي فيها الطفلين دول او الصورة دي مش عارفة بص اللي احنا كنا بنتكلم مع دامة عو ساس حسين قبل ما نطلع وبنتكلم حتى على انه فرش الطائرة جلد وده مقصود صحيح ليه مقصود برضو عشان نشرح للناس وتفهم او جلد غير مسامي وبالتالي الفرش اللي تحت الجلد او الوسادة اللي تحت الجلد ما بيوصلهاش اي اي نوع من انواع البكتيريا وبالتالي بيسهل عملية التطهير والتقييم دول كانوا طفل وطفلة اخين مسافرين معنا على رحلة من رحلاتنا واحنا كنا حرسين جدا ان هم يبقوا لابسين الماسكس بس طبعا الطفل كان شاقي شوية على الطيارة وكان جنبه مضيفة متخصصة في التعامل مع الاطفال وده كمان من ضمن الحاجات اللي احنا خدنا بنا منها انه الحمد لله عندنا قدر عالي من الخبرة في التعامل مع الاحداث الكبرى من ضمن الاحداث الكبرى ان احنا نقل فريق بحجم النادي الاهلي على طيرات ايركايرو الخبرة دي ان شاء الله فريق النادي الاهلي عيشوفها بكرة على الطيارة من الطاقم الطائر سواء من الطيارين الطيار والمساعد وكمان طاقم الضيافة اللي موجود الحقيقة الفريق العمل كله عنده من الخبرات واحنا كمان انتقينا مجموعة من الزملاء ان هم يقوموا بهذه المهمة مهمة ايه التصوير مهمة ان هم يبقوا على الطيارة مع النادي الاهلي دول نسبتنا مهمة انا بكلم على طاقم الطائرة اللي هو من الطيارين والضيافة دول بالنسبتنا بهم دول بيمثلونا فاحنا انتقينا المجموعة منهم وان كان كل العاملين الحقيقة في ايركايرو منتقين وعارفين هما بيعملوا ايه عندهم من الخبرات بس انا انتقينا مجموعة تمثلنا كلنا في ايركايرو انها هتكون في شرف استقبال النادي الاهلي مجلس الادارة واللعبين وان شاء الله ربنا يرجحهم بالسلامة فائزين وغانمين ان شاء الله